اشتركوا في القناة وكان قصده من ذلك تحويل التجارة ومكاسبها من مكة الى اليمن عرض ابرهة هذا الامر على الملك الحبشي فوافق وسره ذلك فبنى ابرهة الكنيسة على هيئة عظيمة وسماها القليس فجاء رجل قرشي فاحدث فيها ولطخ جدرانها بالقدر النجس غضبا من صنيع ابرهة ثم ذهب فلما رآها ابرهة بتلك الحال استشاط غيظة وجهز جيشا لغزو مكة وهدم الكعبة وكان معه ثلاثة عشر فيلا من ذهنها فيل يدعى محمود وهو اتبهها وساروا متجهين نحو مكة فما وقف في وجههم حي من احياء العرب الا قاتلوه وهزموه حتى انتهوا الى قرب مكة فجرت مفاوضات بينهم وبين شيخ مكة عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت المفاوضات بان يرد ابرهة ابل عبد المطلب ثم هو وشأنه بالكعبة وامر عبد المطلب رجال مكة ان يخلوا البلد ويلتحقوا برؤوس الجبال بنسائهم واطفالهم خشية ان تلحقهم المعرة من ذلك الجيش الغازي والظالم تحرك جيش ابرهة ووصل الى وادي محسر وبينما الجيش في وسط الوادي يسير اذا بفرق متتابعة من الطير ترسل على ذلك الجيش حجارة كل واحد منها بقدر الحمصة والعدسة ما ان يسقط الحجر منها على رجل منهم الا ذاب وتناثر لحمه حتى هلكوا جميعا وفرأ برهة ولحمه يتناثر فهلك في الطريق فكانت هذه اية من ايات الله تعالى ونصرة منه لسكان حرمه وحمات بيته ونعمة من النعم التي امتن بها على قريش قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول